ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله مختبرية سلبية قد بلغ 13340 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم وأوضح محمد ليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة في تصريح صحفي أنه تم تسجيل حالتي وفات جديدتين خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفايات إلى 143 حالة إلى حدود الساعة السادسة مساء فيما تم تسجيل 23 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماتلت للشفاء إلى 350 حالة وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذت السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي